اهلا بحضراتكم مني بيدزايما انتم متعودين معنا كل يوم اربع بيكون معنا ناخد الفني الكبير لأستاذ طارق شوقي طارق الشناوي عفوا وحديث بقى مفصل معاه عن الاحداث الفنية وايه اللي بيحصل على الساحة الفنية النهاردة عايزين نتكلم على مسألة انه يعني نجوم مصرية تتصدر لمدة 40 سنة ازاي تقدر كنجم وتفضل محتفظ بالنجاح ويكون كمان فيه صعود مش بس النجاح اللي احنا يعني كنا عايشينه السنين اللي فاتت لأ ده انت كل سنة بتصعد اكتر نتكلم طبعا على عمر دياب ومحمد منير والنجومية اللي ما بتفارقش اسميهم حب الناس ليهم الكلام الكتير دايما عنهم على مواقع التواصل الاجتماعي الاقبال الكبير اللي بنشوفه من كل الاجيال وكل الاعمار في حفلاتهم ازاي يدروا انهم يكونوا متصدرين الساحة المصرية بالشكل ده لمدة 40 سنة مهما طلعت من مواهب هم مكانهم هو هو وكمان بيرتفع عند الناس يعني حنتكلم اكتر بالتفصيل مع استاذ طارق هو يقول لنا ده ممكن يحصل ازاي مساء الخير على حضرتك من ورنك اهلا بك اهلا بحضرتك بتشوف ازاي تصدر النجم الكبير محمد منير والنجم الكبير عمر دياب للساحة الفنية احنا بنتكلم نارضة تقريبا 40 سنة هم متصدرين تنوع بشكل يعني كبير جدا في الموسيقى زي ما بنقول كده كمان روح العصر موجودة دايما يعني متجددين في الموسيقى القدرة على قراءة الزمن واللحظة اياما فيه مواهب كبيرة عبر الزمان تصعب للقمة في اللحظة وبعد كده متفهمش مفردات الزمن او الابجدية الجديدة لانه دايما الفن لانه هو بينعكس على المجتمع والمجتمع كمان بينعكس عليه فمفردات الفن بتتغير كل انواع الفنون بتتغير موسيقى فن اداء ممثل اخراج كل حاجة الكلمة الشاعرية اذا واحد كتب بالطريقة بتاعة العبقاري احمد رامي النهاردة كلماته مش هتخش القلب لكن كانت ايام زمن احمد رامي بتخش القلب دلوقتي لا وهكذا فيعني مثلا سال عبد الحاي ده كان مطرب مهم جدا كان استاذ محمد عبدالوهاب وكان عبدالوهاب بيتشعبط في الحنطور بتاعه وياخد كرباك بس يتحمل عشان هيسمع صوت استاذه سال عبد الحاي في اواخر ايامه كان بعد انتهى يعني ولما حتى يسألوه عن الفن الحديث اللي هو كان يعني حديث في الستنيات في زمن يقول لهم دول سراصير المطربين دول بالنسباله طبعا مش عايز اقول اسماء بس يعني اي حد يفكر من كان يغني في ستنيات كان يقول لك سراصير وانا الاصل مونير وعمر لم يناصبوا الزمن العداء طيب وسستر شايف انه نجاح محمد مونير وعمر الدياب انهم موقفوش ضد الزمن موقفوش ضد الالوان الجديدة من الغنى بالعكس هم استفادوا منها وجددوا نفسهم يعني احنا لسه كنا شايفين طبعا كلنا دلوقتي الاغنية الجديدة لمحمد مونير اللي والتفاعل الكبير اللي حصل من الناس عليها والتعاون مع اكرم حسني في الاغنية طبعا فيه يعني كلام كتير عن لحن الاغنية وحسف الاغنية من على اليوتيوب اكيد حضرتك هتقول لنا بالتفصيل عن الكلام ده لكن الاغنية فيها شكل من الموسيقى والكلمات مختلفة عن اللي مونير كان بيعملوا قبل كده مضمونا نقولك بس عشان خاطر موضوع الحسف الاغنية من اليوتيوب لانه هو بيشكل حقيقة كلام كتير حسف الاغنية من اليوتيوب لا يعني اقرار بالسرق لان عشان انت تقر لازم بقى فيه حكم قضائي ولها تفاصيل عديدة منها في الجملة الموسيقية لازم يبقى ست موازير والمزورة يعني جملة ولفس التتابع كويس فهي المسألة انه هم بس ارجقوا يعني هو حسفه لكن مش معناها ان ده اقرار بالسرقة طب يمكن كانت المشكلة في مسألة انه اخدنا حاجة من الفلكلور من غير ما نشير يعني ان احنا وغدين اللحن ده من الفلكلور ده العمل المشكلة اللحن بسمحها انا كل ما اقول للتوبة ترميلي المجادير مع الفلكلور كويس وغيرها وغيرها على حزب وداد جلبي فلكلور لكن هل احنا لما سمعت في ساحل الراديو بتسمعي كلمة مأخوذة عن فلكلور ولا بيقولك لحن بليغ حمدي بيقول لا لحن بليغ حمدي مش كده فبليه المشكلة دي ما حصلتش مثلا في اغنية زي يونس لمحمد منير وكانت متاخدة من السيرة الهلالية لأبنوذي طبعا اللي كتابه ولحن بليغ حمدي فيه شطرة شعرية مأخوذة عن أشعاره كويس يعني ما معناها كده ان اللي فتح الباب يرده حاجة كده طيب ما هو نظر أباني لما قال ايه فإن من فتح الأبواب يغلقها وإن من أشعل النيران يطفيها مش كده وإن من فتح الأبواب يغلقها مش كده ايه مع ايه فيها هل فيها فرق من ده ومن ده لا فهي دي حاجة عامة مفيش فيها خصوصية عشان تقول ده سرقني يعني فهي الحقيقة أنا ما شوفها ان هو أكرم شايف انه إجابة طبيعية على اللي فتح باب الوجع واجب عليه رده فما هيش فيها نوع من الأنواع السرقة على حد كلامه مش بس كده انها حتى اللي قايله أكرم ما هواش جديد عن الشعر صحيح لأنه تقال الشعر السرقة مش في المفردات في الصورة يعني انت دي نقطة مهمة نحن نتكلم معنا فالصورة الشعرية دي سمعناها من زمان ومن شعر كبير زي نظار وربما يكون نظار أساسا خدها أيضا من شعر قديم من الأشعار القديمة في الصور الشعرية عبرت عنها ازاي هو ده فأنا شايف ان فيه شعبطة في النجاح يعني النجاح الطاغي بيجعل البعض عايز ياخد جزء من الطرطة طيب نرجع لمدرسة مونير ومدرسة عمر الديب شايف مصدر قوة كل واحد في يوم ايه؟ اعتمد على ايه علشان يوصل للنجاح اللي احنا شايفينه النهارة؟ ان هم كل منهم هدم العصر كل منهم يعني مثلا أغاني المهرجان تشوفي الكلام عليها قد ايه والهجوم واوة من بعض المطربين وحاجات كده كويس والملحنين ودايما في كل عصر بتلاقي اللي هو كان بينتمي العصر أسبق بيهاجم الجديد ما حصلتش ان احد دافع عن الجديد دايما هناك مهاجمة للجديد حتى الكبار اللي هم متجددين هتلاقيهم في بعض احيان كان بتفلت منهم كلمات ضد الزمن اللي هم عايشينه لما يمتد بيهم العمر كويس؟ السر ان هم هدموا الجديد فيهم الجديد يعني شوفي كلمات طب لما شفت مثلا اغنية يوم ثلاثة وانت الحظ لعمر دياب شايف انو ده نوع من انواع التجدد في الكلمات و بصي هم شايفين قوي التوك توك شوفي انتي بصي على الكلمات اللي على التوك توك الحكمة هتلاقي اغلب الاغاني بتاخد من دي اللي هي الحس الشعبي بس اتاخدوا ناحيتك يعني زي ما ييجي عبدالحليم حافظ كان بيغني في الكولور زي ما قلنا من شوية او يغني شعبيات هل بيغني شعبيات زي محمد طهر او زي محمد رشدي؟ لأ بياخدها ناحيته وده اللي عمله عمر وده اللي بيعمله ناس تقول هنا انو عمر امتداد للفنان الكبير عبدالحليم حافظ في زكاءه وفي تجدده الدائم مع الفن؟ مخدش منه ان هو بيقلده ولكن المنهج منهج التجدد ان انت تتجدد انك انت في كل لحظة او مكرسوم كانت كده او مكرسوم في عز وجود الصنباطي والأصابجي والشيخ زكريا كويس اشتغلت مع بريغ حمدي وكان عمر 28 سنة فلازم وشعرت مع عبدالحليم حمد لشعر كبير قوي كان عنده يمكن 26 سنة خلت منهم حب ايه؟ فانت لازم يبقى عندك القدرة على انك انت تعايش الزمن وتعرف ايه الجملة الكلمة الجديدة يعني المكرسوم لما تقول حب ايه اللي انت جاي تقول عليه انت عارف قبل معنى الحب ايه؟ ده كلام بالنسبة للمكرسوم يعتبر هو كأناب بتتحرك 180 درجة عن المكرسوم اللي قالت عزة جمالك فين من غير زليل يهوى مثلا وهكذا يعني لازم تعرف انه التعبير على الحب بتغير والغنوة الحلوة بتتغير والنغمة اللي انت ممكن تحبها من 30 سنة لازم تتغير النهاردة وهكذا ميزة عمر حتى شوفي لما ميزة عمر وميزة منير ان هم الحتة دي عندهم لما بيجي منير يغني غنوة قديمة لنجاة تطلبها منه كتير في الحفلات اه لنجاة او غير نجاة برضو بيغنيها بطريقته بطريقته يعني البحشة البحر دي ما هياش نجاة هي طبعا دي الحين هاني شنودة تلمانت ابن الحين منصور انما ما بياخدش اداء نجاة لا بياخد اداء وهو ولو بنتكلم على هاني شنودة على وجه التحديد فهو من المكتشفين عمر الدياب ومحمد منير طبعا طبعا هاني طبعا ده خيمة كبيرة جدا وحتى لما كنا في كان بمناسبة بعشة البحر وانا قاعد في الصالة بيتعرض الفيلم لقيته الموسيقى اللي كانت على قاعة الامير كانت هي انا بعشة البحر يعني حتى هو لغاية دلوقتي برا لما بيعوزوا ياخدوا حاجة تفكر بالشرقيات او بالعرب عموما بياخدوا حاجة من هاني شنودة وده الحقيقة يعني قيمة كبيرة جدا جدا للفن المصري وعلشان كنا دايما بنقول قوتنا النعمة لانه هي اللي بتؤثر سواء في الداخل المصري او حتى علامين هنرجع نكمل الكلام مع حضرتك أستاذ طارق لكن بعد الفاصل وحداتنا مستمر عن نجمين اخترقوا الزمن زي ما احنا بنقول النجم الكبير محمد منير والنجم الكبير عمر الزياب نرجع بعد كده مع حضرتكم بعد الفاصل نكمل كلامنا واناقض الفن الكبير لأستاذ طارق الشناوي لسا نكملين مع حضرتكم وحدثنا عن الفنانين المصريين اللي زي ما بنقوله كده اخترقوا الزمن وكنا بنتكلم مع ناقض الفن الكبير طارق الشناوي عن الفنان الكبير محمد منير والفنان الكبير عمر الزياب وتصدرهم للساحة الغنائية في مصر حوالي 40 سنة وكنا بنتكلم عن سر التصدر ده هل ما سألت ان هم مركزين قوي في نفسهم مركزين قوي في فنهم ما اعتقدش ان احنا سمعنا عن مشكلة شخصية لحد فيهم طول الوقت هم مركزين في انهم يبقى عندهم ألوان جديدة من الغنى مركزين حتى لو بنتكلم بقى على عمر الزياب مركز على اللوك بتاعه عامل ازاي بيه البس ازاي بيه اتمرن ازاي الناس بقى طول الوقت هم شاء الله بتتكلم على انه يعني نيسة عمر الزياب عنده كم سنة وكل فيه بيصغر يعني على السوشيال ميديا الصور بتاعته بتبدأ من ستين بس بتنزل وهو بيكبر لغاية عشرين يعني مش هو بيصغر فبصي اهم حاجة انه فن الطاقة ازاي لا تبدأ طاقتك ازاي تستغل طاقتك في المكان الصحيح مش هتلاقي عمر داخل في معركة شخصية مع حد حتى لو حد جروا المعركة شخصية هو مش هروح لها هيعديها هيروف حتة تانية وكذا منير فهو احنا شايفين جزء من المطربين مضيعين كل وقتهم في اخناقات برا الرقعة لا هو في الرقعة بتاعته وزكاءك ان انت ناس كتيرة عايزك تشوفك الانسان بقى اخباره ايه بيزعل بيتخانق حتى تلاقي انه وعمر يمكن بيطبق ده اكتر من منير الاحديث عمر قليلة الى حد الندرة لان هو عارف ان الاحديث دي مش لعبته وانه ممكن كلمة تنفلت او بتاعه تبقى موضوع فهو حتى لا انا هركز في اختيار الغنوة وبيختار الغنوة صحة وشايف ازاي موضوع الاغاني الاخيرة لعمر دياب اللوك الجديد ووزير السعادة الاغاني كلها بهجة وهو حتى في حفلاته كلها بقى معتمد النوع ده من الاغاني الناس ممكن تطلب اغاني شوية من الاغاني بقى انت عارف مصرين احنا نحب النكر زي عنينا الاغاني الحزينة شوية يعني بقيت اغاني الاغاني اللي بتسعدنا جميعا الحقيقة وهو بقى طول الوقت بيصدر حالة البهجة دي للناس لان انت محتاج لبهجة يعني هو ما ده اللي هو قدرتك على قراءة الزمن والحياة واللحظة الناس النهاردة مش عايزة تسمح جراح ودموع وقهط المزاج العام متاجه لناحية ان احنا عايزين سعادة اكتر يعني عايز يديله بهجة فهو بيصدر بهجة يعني من خلال الكلمات الاغاني اللي بيقولها وما بيخشش حتى على مستوى الكلمة بتلاقي الكلمة بسيطة تقترب من اغاني كمفردات من اغاني المهرجانات هي ليست مهرجانات لكن تقترب في بساطتها وانها ممكن حتى بيقول حكمة بيقولها حكمة زي حكاية القرط للطبيب مش عارفة قال لي ايه قال لي كلها بيقولها حكمة في اطار خف الدم في اطار نكتع الناس يعني اغنية يعني انه بيسأل الطبيب على الدواء كلام الاغنية دي عم الطبيب شوية وما تجيبش من رف الماضي الكلام ده دمسكت شافيته شوية قريب لاغاني المهرجانات اه ما هو بيقولك انت الزكاء انك تاخد النغمة الناجحة او الكلمة الناجحة بس مش زي ما هي لأ تاخدها ناحيتك ودول الكبار بيعملو عبر التاريخ بيبقى فيه نوعين ما هو فيه خد يبالك فيه اسماء للمطربين مش هؤلاء اسماء هيهم عشان ساعات بيزعالوا قوي غنوا مهرجانات بشكل مباشر اسماء كبيرة من المطربين لهم اسماء واسوات لما لقوا ان اغاني مهرجانات نكحت غنوا اغاني مهرجانات سقته لان ممكن تتقبلي من حسن شاكوش حاجة او عمر كمال ولا تتقبليها من سين او صاد عمر لما خد المهرجانات خدها ناحيته اغنها بطريقته بطريقته باسلوبه خد المفردات حتى لو مهرجانات بس خلاها تنطق بإحساسه ودي مسألة صعبة جدا لكن هي بتفرق بين فنان وفنان طب شايف انه فيه مطربين قلدوا عمر الدياب لما عمل كده وده بنسبة او باقرة ابتلع اغاني المهرجانات شوية من انها تتصدر لا تزال اغاني المهرجانات موجودة يعني بنت الجلان هالماتت ما ماتتش ومش هتموت بالمناسبة بغد النظر بقى عن الهجوم الطاغي اللي عليها بس ما فيش اغنية تانية بعد بنت الجلان اعتقد عمل تانية ما فيش غنوة بوسط للذيروة دي ليه ده وهما الاتنين شاكوش او عمر كمال هيبقى عندهم دايما عقد اسمها بنت الجلان انه ازاي يكسروا النجاح دتين اه انه وده هيبقى صعب لان فعلا رشأت في قلوب الناس لكن لكن بيظل انك انت ما تكررش يعني المطرب الكبير لان اقولك فيه اكتر من مطرب واسماء كبيرة جدا غنت مهرجانات بشكل مباشر وفشلت فشل زريع انها قارت اعتقدت خطأا ان ده المطلوب لا المطلوب ده ينفع معاهم مع عبد البسط حمودة ممكن يقول حاجة شعبية لو جاي يقولها مثلا العمر ديب ما تنجحش لو قالها زي ما قالها عبد البسط حمودة تتقبليها من عبد البسط تتقبلي من احمد عدوية حاجات لكن ما يقولاش عبد الحليم وده اخد يبالك المطلوبين دولة الشعبيين دولة وبطول المهرجانات عندهم قدرة على انه لو غني حاجة يغنيها بطريقته طب عايزة اروح مع حضرتك استاذ طارق للمشهد اللي شوفناه في حفلة مونير في اسكندرية وبوكاء مونير قدام الجمهور وتأثر الجمهور وطبعا يعني الجمهور يتحدث عن نفسه مواقع التواصل الاجتماعي كانت الناس عندها حالة زهول من الاعداد الموجودة في الحفلة ومونير برضو بيغيب عن الناس فلما بيعود العودة بتكون قوية والناس كانت متأثرة بشكل كبير لما يعني بكى مونير بكى مونير من فرط الحب ما لقاش تعبير تاني غير الدموع يعني اللي يرد على كل هذا الفيض من الحب دموعه هي اللي عبرت فيه افتقاد طبعا اللي عازف العود اللي هو راحل ألماني لكن انا بعتقد انه فرط الحب اللي شافه مونير هو تفاجئ طيب كان حاسس ان فترة البتعاد دي ممكن تأثر على جمهوره لا هو عارف الناس بتحبه بس هو لأنه حتى خياله ما وصلش للحب ده ففعلا كان حفل اسكندرية واستفتاء على حب مونير الحب الجارف له ومونير حتى لما بيكون فيه على المستوى الحركي فيه مشكلة انما عمره ما خلى المشكلة دي هي علاقة علاقته مع الناس لا انت بتنسي لما بتتفرجي على مونير مش ولك بتسمعي بتتفرجي على مونير انه قاعد على الكرسي احيانا مش كلها وهو واقف ليه؟ لأنه هو مش عايز يتصدر دي ولأنها كمان ابداعه بيتجاوز هو قاعد ولا واقف هو دايما هو محلق احنا بنروح مع صوته محلق فهو يعني متجاوز حتى فكرة الحركة الى التحليق يعني وصل للسماء فمونير الحقيقة يعني من الحالات اللادرة جدا في تاريخ الغناء العربي كله لون هو بس اللي يقدر يقديه محلش يقدر يقديه غيره لا 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 يقلد حد ولا حد يقدر يقلده هو بيجري في حتة لوحده ويزال متفرد في الحتة دي طيب نروح للسينما محمد مونير وعمر الدياب في السينما عمر الدياب يمكن عمل عمل ايس كريم فجليم عمل العفاريت عمل 3 ا 4 افلام اه لحكي ولعبه وكمان محمد مونير عمل حدوته مصرية يوم حلو عمل المصير طبعا مع يوسف شاهيم وايس كريم طبعا اه ده اول افلام اول افلامه بتكلم على عمر عمر الدياب اه شايفة زي التجارة بالسينماقية لمحمد مونير وعمر الدياب وضفت لهم ولا اخدت منه عايز الحق ولا ابن عمه ابن عمه بوسي هما الاثنين عشان اكون صادق هما الاثنين ما عندهمش فن اداء الممثل ما هوش عندهم الحارفة دي طاغية اه منير واحنا هنا بنروح دايما نقارن بعبدالحليم حافظ برابو الترمومتر في ترمومتر قديم كده فن الاداء اه وفوزي فوزي برضو كان عنده حضوره عالي على الكاميرا وكان قادر صحيحة بيلعب نفس الشخصية لكن قادر كممثل ان يؤدي الاثنين فن الاداء لا برغم اشتغل مثلا منير يشتغل مع الكبار زي يوسف شهين مثلا كويس وعمر يشتغل مع خارب شارة وغيره انما بيظل انه اللي منجح منير مش انه ممثل عبقاري لا ان الاغاني الاغاني حلوة وبذات في المصير مثلا مع يوسف شهين فا او اسكندرية لي الاغاني واخراجها طريقة الاخراج كمان كويس فبالتالي بيتبقى هنا الغنوة مش الممثل فمونير ربما يبدو انجح لان الاغاني اكثر نجاحا واكثر عمقا كويس انما هما الاتنين كل شوية نسمع عن تجرب سنمائية لمونير لكن ما بتكملش هل بتبقى مجرد اشعاعي لا ده اكتر واحدة بتسمعي عنه هيعمل وما بيعملش عمر كل شوية بتلاقي انه هيعمل مسلسل هيعمل فيلم وبعدين بيتوقف يعني لانه هو برضو ده يزكأ منه لانه هو شايف واصل للذروة دي هنا فازاي روح شايف ده مش سكته يعني شايف انه مواصل لانه مش هاوصل لنفس الذروة ممكن انجح لكن هنجح بنفس القدر لا فاتصور انه عشان كده في دايما خبر ان فيه فيلم او فيه مسلسل لكن الخبر بقى له عشان انا بكلم على عمر ديب او ربع قرن بتسمعي خبر لكن عمرك شفت حاجة يمكن انه القاد السينماين زي حضرتك كده صعبين شوية فهو خايف يدخل في الحتة دي برضو نقد في الموسيقى يعني يعني لأ هو نفسه قادة شوية لا هو نفسه يحقق نجاح وده زكاء منه يوازي نجاحه في الغم وده هو شايفه انه مستحيل هو صعب مش مستحيل بالمناسبة يعني انا متصور لو فيلم مع طارق العليان او مروان حاول او شريف عرفة يتقدم بتكلمة على عمر دياب يتقدم بطريقة اقرب لفيديو كليب ولكن طويل بحالة بهجة اللي هو عايز يقولها للناس دي هي صعبة جدا بس ممكن انا قلل ثلاث اسماء ممكن يتعمل من خلالهم رؤية بصرية يبقى هنا مش الممثل يبقى الحالة اللي انت شافاها كسينما تشيل الموضوع ممكن اذا عاثر واعتقد ان عمر بيفكر بالطريقة دي اذا عمر دياب عاثر على الحالة دي ممكن تليقى عمل فن لكن قبلها انه يطلع يمثل زي افلام اللي بيشوف فيها المطرب يمثل ويغني كل شوية لا دي هتبقى المقلمة مش نساهم صحيح انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا لأسيس طريق شناوي النقد الفاني الكبير بتنورتنا وتنورنا دايما في التاسعة شكرا 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 للمشاهدين خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة نسيبكم دايما بألف صحة وعافية دلوقتي كريم رمز يقولكو اخر اخبار الرياضة والدوري المصري وكل اخبار الدوري المصري تصبحوا على الف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة